لا تزال تداعيات أسوأ موجة أمطار موسمية منذ عقود تثقل كهلا باكستان تحذيرات جديدة من وقوع فيضانات إضافية من جراء ارتفاع منسوب المياه في بحيرة منشار جنوبي البلاد خاصة مع توقعات لخبراء هيئة الأرصاد باستمرار هطول الأمطار الغزيرة في المنطقة خلال الأيام المقبلة وتحسباً لوقوع كارثة إنسانية حثت السلطات السكان في مناطق بإقليم السند على ترك منازلهم ولفتت الحكومة إلى أن ارتفاع منسوب المياه في البحيرة إلى مستويات خطيرة يشكل تهديداً للحاجز الوقائي للسد ولتفادي انهياره أحدث المسؤولون قطعاً في جسر البحيرة للسماح بالمياه الزائدة بالتضفق في نهر السند بعد أن غمرت المياه أفزاء من منطقة ددوى بالفعل التحذيرات الحكومية تأتي في وقت لم تلتقت فيه البلاد أنفاسها من تبعات الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة قرابة 1300 شخص وجرفت مئات الآلاف من المنازل ودمرت الأراضي الزراعية فضلاً عن الإدرار بأكثر من 33 مليون من السكان بدورها قدرت الحكومة الأضرار الأولية التي خلفتها الفيضانات بنحو 10 مليارات دولار الأمر الذي دفعها لمطالبة المجتمع الدولي بمساعدات إنسانية عاجلة لدعم المنكوبين وإعادة البناء وكانت دول عدة قد أرسلت بالفعل طائرات إمدادات إلى باكستان عبر جسر جوي تزامناً مع إطلاق الأمم المتحدة خطة طارئة تتطلب دعماً مالياً بقيمة 160 مليون دولار لمساعدة البلاد على تخطي الأزمة